السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لأيوم الجمعة 1 تشرين الثاني نوفمبر وبما أنه توقعاتنا لأيوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع القمر اليوم موجود في برج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب حتى تمام الساعة 5.19 دقيقة من صباح يوم الأحد القمر الآن موجود في منزلة الإكليل وهي منزلة للربح والحماية والثبات والسلامة والصداقة والاستمرار الجيد ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 10.44 دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة القمر بما أنه موجود في برج العقرب إذن التأثيرات على جميع الأبراج خلال هذا اليوم إنه ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يعني يا منحب يا منكره يا منتقرب يا منبعد يا منتواصل مع الغير يا منقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم جدا في حياتنا إحنا بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الأشخاص اللي بيعانهم من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه ممكن أنهم ينفجروا عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في من حولهم يمكن الإهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أو قراءة رواية أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم أو شراء أو استئجار منزل بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية من الزوايا البطيئة طبعا هاي زاوية تأثيراتها إلها ثلاث أيام ومستمرة ثلاث أيام قادمة اليوم ذروة هاي زاوية اللي هي بين عطارد وبين نبتون ما هي زاوية تتليث إيجابية رح تكون الساعة 12 و 33 دقيقة بعد منتصف الليل يعني بتوقيت جرينيتش يعني تعتبر ساعات الفجر نصبح قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة تجعلنا منطقيين في التفكير عنا استقرار نفسي بتدفعنا للوضوح التام بأفكارنا وأقوالنا وبتساعدنا على إنجاز الأعمال الصعبة والأعمال الفكرية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و 46 دقيقة ظهرا وهي تعني القمر الجديد أو بداية الشهر الجديد منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة 7 و 19 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسئولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر تمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً أن الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغدد التناسلية المبايد لبرستاتا عضم العانة والجينات باقي أعضاء الجسم طبعاً ما في أي مشاكل اليوم لإجراء العمليات الجراحية لإلها فعشان هيك منقول يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم دون الأعضاء اللي ذكرناها هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصفغ والحنة ولكنه ما زال أي يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه استقر في برج العقرب خلو المسار القادم بيبدأ يوم الأحد بيبدأ تمام الساعة أربعة وخمسين دقيقة صباحاً بتوقيت جراناتش وبيستمر حتى تمام الساعة خمسة وتسعة عشر دقيقة صباحاً بتوقيت جراناتش أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الجديد عمر تسعة وعشرين يوم الساعة ثلاثة واثنين واربعين دقيقة صباحاً بتوقيت جراناتش نبدأ باليوم الثلاثين نسبة الإضاءة صفر بالمية لأنه بداية الهلال وفي بداية الاقتران طبعاً ما بينشاف الهلال أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم واحد وعشرين احداش سعيدة بنسبة خمسة وثمانين في المية القمر في العقرب حتى يوم ثلاثة احداش منتحس الآن بنسبة عشر في المية ساعات الفجر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية عطارد في العقرب حتى يوم اثنين احداش سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية الزهرة في القوس حتى يوم احداش احداش منتحس بنسبة اربعين في المية المريخ في السرطان حتى يوم اربعة احداش سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4-2 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 7-12 منتحس بنسبة 10% بلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم يحمل لكم فرصة لمكسب مالي مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بحاجة للرعاية ممكن تعالج الأمور اليوم بدقة أكثر فحاول أنك تعالجها بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء استشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على عقد أو مشروع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم ولكن بدكوا تحافظوا على هدوء عصابكم ونبرد صوتكم لأن القمر موجود مقابلكم تماما إذن طاقتكم ضعيفة وعصبيتكم في أوجهة وحاول أنك ما تعرض لقاءك أو لقاءاتك للفشل هاي الفترة ممكن تشعر شويه بالحزن أو تشعر بالظلم أو القهر فلا تيأس وكون صبور لعلك تنجح برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نضموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصد كافي من الراحة ولا تسمحوا لأي شخص بأنه يشكك بقدراتكم ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء ولا تتشبث برأيك واستمع لآراء الآخرين بهدوء وروية وما تتسرع بقراراتك ممكن يكون في خلاف ما بينك وبين أحد الزملاء ضبط الأعصاب مطلوب وممكن اليوم تنشغل بملف أو معامله برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتجتازه يوم إيجابي بيبعث على البهجة والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا ممكن تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك تقدم واضح خصص وقت لعائلتك أهم شيء أنت اليوم مشحون بالحيوية والحماس لمتابعة مسائلك وللتواصل مع المحيط يوم إيجابي داعم لإلك بقوة حاول تستغلوه برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقرب من أفراد العائلة أو مدي يد العون لهم ممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات أو النقاشات الحادة مع الحبيب أو مع أحد أفراد العائلة لأنه فيه نوع من أنواع التوتر في بعض الأوقات حاول أنك يعني تهتم بأحد أفراد العائلة وإذا فيه عطل منزلي لا تهمله ولا تهمل صحتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطه بالدراسة بالسفر بالاتصالات ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع أخ أو جار هذه فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية وبدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك ومنكم أشخاص ممكن يطلق حملة ترويجية أو يسمع خبر سار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم الفرصة بظل متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي وهذه فترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات أهم شنك تتفاعل بالخير وإسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك يعني انشغالاتك كلها رح تكون على الصعيد المالي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنتم نشيطون حيويون بينجذب لكم أفراد من الجنس الآخر خلال هذا اليوم بادروا لخطو جديدة من شأنها نهد دعم من مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجك تستعيد كامل حيويتك ممكن تتلقى جواب كنت بتنتظره أو تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة أو تنطلق بهم بمهمة طال انتظارها وفي إشي جديد رح يدخل حياتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتجتازه بصور عام يوم غير مريح لأن القمر موجود في بيت المتاعب فهو غير مريح لا صحيا ولا نفسيا رغم عدم وجود أي مخاطر أنجزوا فقط ما بوسعكم من الحمل الضروري وإخلدوا للراحة وحاذر من بعض المحتالين وخيبات الأمل الحضوض قليلة فما تجازف وبانتظارك تأخير أو فوضى ومن المستحسن عدم الارتباط بموعيد مهمة وحاول انك تعمل بشكل روتيني برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطه اجتماعيا وبتلتقه أشخاص بترتاحه لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمنه بمساعدة صديق أهمش انك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ابتفرح بوجود أحد الأصحاب أو ممكن ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارة ومن الرضا المسؤولين منكم أشخاص اليوم ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم شيء أنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال حاول أنك تكون هادئ لأنه اليوم بشكل نوع من أنواع التحدي في لحظة معينة ممكن تكون غاضب أو عدائي فعشان هيك بدك تحاذر الخلافات برج الحود بالنسبة لموليد برج الحود طبعا اليوم اتصالات وحوارات ونقاشات عالية جدا وبعضكم رح يكون له اتصالات خارجية أو تعاون مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب أو يمكن أن يصلكم خبر صار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة بعضكم ممكن يسافر في رحلة أو يفرح لإنفراج أو تسوي مهمة ابتهتم بهواية جديدة وتكون حياوي ومتحمس لمتابعة المساعي كذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء